انطلقت اليوم أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بالمستعمرة التابعة لإدارة القصيرة الصحية بالبحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة قامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لعدد 105 حالات بمختلف التخصصات الطبية منها إجراء عدد 19 فحصا معمليا وأيضا إجراء عدد 9 أشعة وسنار كما تم إجراء عدد 20 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة بنقدم الخدمة بالمجان الكشف والعلاج والتحليل عندنا أكثر من 100 صنف بيقلب أقلب التخصصات الطبية نحن ضمن قوافل اللي بتجوب كل مدن البحر الأحمر نحن نقدم خدمات متنوعة للمواطنين من كشف مبكر على السكر وبنتابع حالات السكر القديمة وبنحاول بقدر الإمكان أن نقدم خدمات متكاملة كل الخدمات من قديمة النهاردة المواطنين كلها من قدم المجان عندنا تحديد تانية عندنا هموكروبين عندنا كوليسترول عندنا وظاف كبد وظاف كلا اختبارات حوامل وفصال دم كل الاختبارات اللي بتقدم النهاردة هي بتقدم بالمجان تحت رعاية القوافل الطبية وطبعا مبادرة حياة كريمة ترجمة نانسي قنقر